إدارة المؤسسات أو المنشآت الرياضية الأمر موكل بشكل أكبر لوزارة الشباب والرياضة باعتبارها هي الجهة المعنية بالرقابة وإدارة هذه المؤسسات الرياضية أو تحديداً المنشآت الرياضية اللي تم إنشاءها وتتشينها أخيراً هل قد يكفل للقطاع الخاص مثلاً لاستثمار في هذا المجال إنشاء بعض المنشآت الرياضية وهي باهضة الكلفة والتعامل عليها؟ وبالفعل حالياً في ظل القانون الجديد بيتاح القطاع الخاص للإستثمار في بعض المنشآت الرياضية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة ويمكن لوزارة الشباب والرياضة حققت ترجط عالي جداً لفترة اللي فاتت في هذا الإستثمار يمكن في بعض المنشآت اعتقد أن الدولة المصرية في ظل الوضع الاقتصادي السابق لم تكن تستطيع أن تقوم بإنشآتها أو بالصرف عليها حالياً فيه مستثمرين حالياً فيه بعض الشركات اللي عاملة في المجال الرياضي بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة بتعمل في الاستثمار في المنشآت الحالية في وزارة شابه ورياضة وفي طرح المجموع من الاستثمارات على مستوى مصر يمكن تم طرحها في إدارة التجارية في وزارة شباب اللي بدعوة للمستثمرين أنهم يستثمروا في هذه الأندية أو هذه المنشآت الرياضية أيضاً فتح الباب للمستثمرين لقطاع الخاص أنهم يساهموا أو يستثمروا في الأندية الرياضية الموجودة على مستوى مصر طبعاً بالتنسيق بين مجالس الإدارات في الأندية ومدريات شابه ورياضة وفي الأخير وزارة الشباب ورياضة وزارة الشباب ورياضة في نقطة قد تكون معنية بالرقابة على طبيعة الأنشطة الموظفة داخل كيان معين أو داخل شركة معينة باعتبارها تحمل أشكال الرقابة وتستطيع أن تسير لجان المتابعة وما إلا ذلك لكن النقطة المرتبطة ببعض شركات القطاع الخاص أو بعض الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص شكل الرقابة على أوجه الإنفاق والأرباح والخسائر ضبط هذه المعادلة كيف يمكن أن يتم وفي كل أحوال هي الوزارة الشباب ورياضة هي المراقب الأول على الوضع المالي لهذه الشركات والاستثمارات حتى لو كان قطاع خاص؟ هي قطاع خاص في تعاقد في تعاقد بيتم بالتعاون بين الشركة أو المستثمر ومجلس إدارة النادي مثلا على سبيل المثال وتحت رعاية مدير الشباب ورياضة الموجودة في المحافظة بعد كده بيتم الانتقال إلى المتابعة من الوزارة الشباب ورياضة في بعض الاشتراطات خاصة بالأنشطة اللي بيتم داخل هذه المنشآت يعني طبعا الأنشطة المحرمة والأنشطة اللي فيها أي تجاوز ده ما بيتمش أصلا الموافقة عليه لكن أنا بتكلم في استثمار مثلا زي حمامات السباح فيه كتير جدا من ملك الشباب والأندي الرياضية لجأت إلى مستثمرين عشان ينشئوا حمامات السباح وده كان يعني بيزنس في الفترة اللي فاتت ظاهر جدا وبيعملوا أكاديميات مرباحة جدا بالتعاون مع الشباب ورياضة فما فيهاش أي مثلا خروج عن المألوف بالنسبة للنشاط الرياضي في مصر سيدناب الاختلاف الشخصي على مستوى الانتقال من برلمان بتحديات مختلفة إلى برلمان آخر إذا كان هناك من يخطو خطوات الأولى في مجلس النواب طريقة نقل الخبرات في إطار جاد ومنضبط مع الأخذ في الاعتبار أيضا أنه قد يكون هناك جانب من المنافسة السياسية شوالة متفايل جدا بهذا البرلمان البرلمان اللي يمكن ما فيش فئة سياسية أو حزب سياسي حاول هايمنة في تجاوز على الإدولوجيات اللي موجودة من أجل المصلحة العامة في مصر ده اللي بان فيه تشكيلات القوائم وأيضا فيه المنافسات في داخل الدواء فدور الأحزاب مهم جدا في جزء ده احنا في الحزب في مثلا أول عشر أيام يكون فيه أعداد للبرلمانيين الجدد أدوات الرقابة بيتم استخدامها إزاي طبعا كلنا محتاجين في فترة من الفترات تدريب سواء جدد أو القدامة على أدوات الحزب نفسه هو اللي سيعنى بأعداد النواب حزب مستوى الوطن أعلن ممكن اجتماعا أكثر من اجتماع داخل حزب مستوى الوطن بالنواب الجدد والقدامة وتم الإعلان عن دورات تدريبية لمدة عشر أيام بيتم فيها تدريب النواب الجدد خاصة على الأدوات البرلمانية كيفية استخدام الأدوات البرلمانية وكيفية إدارة النائب للأدوات البرلمانية الخاصة بمجلس النواب فده مهم جدا في الفترة الأولى ثانيا مجلس النواب نفسه بيعقد دورات تدريبية للنواب الجدد ده مهم جدا لأعداد الكواد احنا عندنا لأول مرة من 150 سنة أن يكون هناك تمثيل بهذا الشكل من الشباب والمرأة يعني عندنا 50% من المجلس وفقا لدستور قد يكون المرأة أكثر كده عشان فيه يمكن بعض النائبات استطاعنا لفوز بالمقاعد بشكل فردي فعندنا أكبر تمثيل الشباب محتاج دعم وتوعية بالنسبة للأدوات البرلمانية سواء من الأحزاب السياسية أو المؤسسات التابعين لزي التنسيقات الشباب الأحزاب أو بعض الطائرات السياسية الموجودة محتاجين تدريب محتاجين تدريب ممكن احنا عندنا بالظبط يمكن 75% من المجلس القديم لم يحلفوا الحظ 75% 75% في المعند نائب يختار من 145 نائب فقط هم المجتمعين من المجلس القديم أعتقد أنه يكون فيه مجال لنقل الخبرات الموجودة بين النواب القدامى والنواب الجدود خاصة أن معظمهم مشتركين في قوائم اقتلافية زي القائمة الوطنية ترجمة نانسي قنقر